الأكارم في هذه التغطية المباشرة والموجة المفتوحة عبر شاشة تلفزيون فلسطين اليوم نافذتنا من قريات جلبون الصامضة المتحدية للاحتلال ومسلسل الاستيطان هذه القرية المنكوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى والتي تعاني الأمرين منذ السابع من أكتوبر تتصاعد فيها وطيرة اعتذاءات الاحتلال وقطعان مستوطنيه وتشهد معركة وصراع بفعل اجراءات الاحتلال العنصرية التعسفية عبر فرضه سياسة عقاب جماعي على القرية وأهلها من خلال اكتحام منازلهم وتحويلها إلى ثكنة وثكانات عسكرية وترويعهم وملاحقتهم بكوت يومهم ومصدر رزقهم لتهجيرهم من منازلهم وإفراغهم من أراضيهم وجعلها فريسة سهلة ولقمة سائغة للمخططات الاستيطانية والمشاريع الاستعمارية سنضيء بتفاصيل أكثر حول هذه الانتهاكات المتواصلة والمعاناة التي تعاني منها قرية جلبون منذ السابع من أكتوبر أكيد مع ضيف رئيس مجلس كروي قرية جلبون الأخ إبراهيم أبو الرب بداية من رحل فيك عبر هذه التغطية المباشرة أهلا بك معنا أهلا وسهلا بكم نعم يعني أخ إبراهيم نبدأ بجزئية جزئية الانتهاكات هنا في قرية جلبون وصورها تتعدد وهي كثيرة جدا نبدأ بالاكتحامات المتواصلة للقرية سواء في وضح النهار أو في ساعات متأخرة من الليل وتحويل منازل المواطنين إلى ثقنات عسكرية نتحدث أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض طوق عسكري محكما على القرية منذ 11 يوما هناك تحويل لمنزل مكون من طابقين الذي يظهر عبر عين كاميرا فلسطين إلى ثقنات عسكرية حديثنا عن هذه الجزئية وهذه المعاناة صباح الخير للجميع صباح الحرية للأسرى والرحمة للشهداء والشفاء والجرحى والمصابية ما يميز هذه القرية باستهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي على مدار السنوات تكثفت هذه الإجراءات المشددة على القرية من خلال احتلال المنازل وتحويلها إلى نقاط مراقبة بحجة إطلاق النار على المستوطنات وهذا جلبون ليس لها أي علاقة بهذا الأمر والعمل على تحميل جلبون مسئولية بهذا الشأن إضافي أن احتلال المنازل يشكل خطر على المواطنين رعب للأطفال، رعب للنساء وهذا يزيد من تفاقم المشكلة لدى المواطنين إضافي أن تواجدهم ليس له وقت محدد في الصباح، في المساء، في منتصف الليل يتفاجأ صاحب المنزل بوجود الجيش الإسرائيلي على سطح منزله دون علمه أو دون التنسيق معه وهذا يشكل خطر لأنه قد يحتاج إلى أغراض عن ظهر منزله فيصعد إلى المنزل بدون سابق انظار مما يؤدي إلى التشكيل الخطورة على حياته إضافي أن الاقتحامات المتكررة أدت إلى حرمان المزارعين من الوصول إلى أرضهم على امتداد الجدار وكما ترون الجدار هو يلتف حول القرية من جهاتها الثلاث من الجنوب ومن الشرق ومن الشمال إضافي للحرمان المزارعين من استثمار أرضهم واستغلالها وإضافي كمان للعمل على عرقلة وصولهم إلى تلك الأراضي التي هي ملك لهم وهي مصدر رزقهم خصوصا بعد انقطاع العمل أصبح هناك توجه للعمل على استبدال أو إجاد بدائل عن العمل بالتوجه للأرض واستثمار الأرض حرموا وحرمنا من هذا العمل بسبب الإجراءات المشددة والحصار والعمل على الاقتحامات المتكررة مما يؤدي بالمواطن إلى الحفاظ على سلامته إضافي كما ترون هذا المنزل هو يبعد 40 متر عن مدرسة بنات جلبوني الثانوية نعم بالفعل يعني أخي إبراهيم جيش الاحتلال من هذه الاقتحامات لم يستثني أيضا طلبة المدارس خاصة المدرسة الأساسية التي كما ذكرت وأسلفت لم تبعد سوى بضعة أمطار عن هذا المكان الذي يحول وجيش الاحتلال في هذه اللحظات إلى ثكنة عسكرية وبالتالي سجلنا حالات اختناق في صفوف الطلبة كيف تؤمنون خروج الطلبة من مدارسهم كنتم في الأيام المنصرمة وخاصة أن في هذه الأيام هناك تعطيل كامل لمدارس الطلبة بفعل الابتحامات المتكررة أولا يعني كنا في السابق مع مجلس الآباء مع لجان الطوارئ في القرية نتوجه الوقوف لباب المدارس لتأمين خروج ودخول الطلبة لكن مع تفاقم الوضع وزيادة الخطورة على الطلبة تم التواصل مع مديرية التربية والتعليم والتنسيق معهم من أجل الحرص والحفاظ على سلامة الطلبة كونه تم إطلاق الرصاص على كل من يرتقوا أنه فيه شبهة وكمان إطلاق قنابل الغاز والصوتيات على التجمعات هذا أدى بنا إلى العمل على تحويل المدارس إلى برنامج التيمز حرصا على سلامة الطلبة وخاصة أن هذه النقطة هي ثابتة في هذا المنزل لكن بين الفينة والأخرى يعمد إلى عمل تجوال داخل شوارع القرية وهذا قد يؤدي إلى احتكاك مع بعض الشباب إلى مواجهات وهذه قد تنعكس على سلامة الطلبة وأمنهم في المدارس نعم يا أخي إبراهيم في كل اقتحام لهذه القرية جيش الاحتلال فعليا يفرض طوقا عسكريا محكما ينصب الحواجز العسكرية وهذا ما نشاهده كل يوم في هذه القرية الصامدة المتحدية لمسلسل الاحتلال والاستطان تفتيش دائما لمركبات المواطنين إعاقة تحركاتهم إضافة إلى فرض سياسة العقاب الجماعي يحاول جيش الاحتلال بكل وسائل قمعية وبكل ما أتي من قوة إجبار على المواطن الفلسطيني على رحيل من أرضه من خلال تجريف الشوارع وبالتالي هذه الاقتحامات وهذا الحصار أدى إلى شلل في الحياة العامة والحركة التجارية فعليا كبد المواطنين أصحاب المحال التجارية خسائر مادية فادحة كيف تتابعون هذه الانتهاكات؟ ما حصل قبل عدة أيام بمنع وصول سيارات التي تحمل البضائع للمحال التجارية وتم عدم السماح لها من قبل الجيش الإسرائيلي بالدخول إلى القرية صار هناك في نقص في بعض الأغراض الأساسية لكثرة تواجد الجيش في هذه القرية هناك تخوف من قبل الآخرين من خارج هذه القرية للدخول إلى القرية وبحيث أنه كونه في خطورة وفي نقاط للجيش بشكل دائم يؤدي إلى عدم المغامرة بالدخول إلى القرية أو الوصول إلى المحال التجارية وهذا أدى إلى نقص في بعض الأغراض كنا نتوجه إلى أصحاب المحال التجارية خصوص المحلات الكبيرة في هذه القرية كانوا على وعود للمواطنين على صعيد المثال الرز الأغراض الألبان بالذات الألبان فقدت لمدة ثلاث أيام من القرية بسبب عدم وصول السيارات الثلاجات الخاصة بنقلها عدم سهولة وصولهم وخوفهم من الرسول إلى هذه القرية نعم فعليا نحن نتحدث أخ إبراهيم أن قرية جالبون صمضت أمام ألة القتلى الإسرائيلية والاستيطان الذي يلتف حول عنقها كما نشاهد عبر عين كاميرا فلسطين وفي عين الكاميرا نشاهد المستوطنات الثلاث نتحدث عن ميراف مع لجالبوع ويوشة إضافة إلى جدار الفصل العنصري قبل أيام كان هناك خروج المستوطني من هذه المستوطنات مارسوا وسائل تنكيلية وقمعية بحق المواطنين حرق لي حضائر الأغنام للمحاصيل الزراعية إضافة إلى إطلاق الرصاص بشكل مباشر على المزارعين أثناء فلاحتهم لأراضيهم بالتالي هنا كمجلس كأبناء بلد كيف تعززون صمود المزارع في أرضه حتى يبقى متشبثا بها حتى الرمق الأخير يعني إمكانيات المجلس محدودة المجلس ومجلس خدمات وهذه الخدمات يجب أن تلبى للمواطن مهما كانت الظروف وهذا يضمنه الدين والأخلاق والعرف والإنسانية ولا يوجد ما يمنع من تقديم هذه الخدمات لأي مواطن إلا أننا نسعى للعمل على التنسيق مع الارتباط المدني الفلسطيني الارتباط العسكري الفلسطيني المحافظة المؤسسات والإعلام من أجل التنسيق وسهولة وتخفيف عن هذه القرية التي تعاني ما تعاني لكثرة هذه الاقتحامات وتواجد الجيش الدائم بها مما يشكل عقبة في سير الحياة بالشكل الطبيعي لدى المواطنين إضافة لخروج المواطنين يعني بعد المغرب هناك في حضر للتواصل للزيارات كما كنا نعهده سابقا نتيجة لإطلاق الرصاص العشوائي اللي بتم من قبل النقاط المراقبة وهذا يؤدي إلى تخوف لدى المواطنين بتواجدهم بالشوارع أو وصول الطلب إلى المدارس وهذا أدى بنا كما أسلفت أنه لنعمل على برنامج جيت تيمز لحين إن شاء الله لانتهاء هذه الغمة بالإضافة لحرصنا على التعليم التعليم في هذه القرية مقدس ونسبة نجاح الطلب عنا أكثر من 90% في الذكور و100% لدى الإناث ونحن نؤمن بأن التعليم هو النضال الحقيقي لهذا الشعب ونسعى على تكريس هذا المنهج لدينا وهذا الهدف من أجل تعزيز ثقة الناس بأنفسهم من أجل بناء المستقبل الصاعد الواعد الذي يلبي احتياجات المواطنين ويحقق أمنهم وراحتهم ومستقبلهم إن شاء الله نعم أيضا أخي براهيم جيش الاحتلال الإسرائيلي يلاحق المزارعين هنا في القرية بقوة يومي ومصدر رزقهم خاصة نتحدث عن قرية جلبون هي تعتمد في معيشتها على الأراضي الزراعية والمحاصيل الزراعية التي فعليا يتم زراعتها في هذه الأراضي الشاسع الخضراء الياني قبل عدة أيام كان جيش الاحتلال قد سمح للمزارعين الوصول إلى أراضيهم بمسافة قليلة جدا ولكن عندما تقدم المزارعين إلى أراضيهم لفلاحتها وجني المحصول الذي لم يتم جنيه حتى هذه اللحظات منذ السابع من أكتوبر تم استهدافهم ومباغتهم إطلاق الرصاص المباشر عليهم وبالتالي هنا كيف يتم رفع معنويات المزارعين حتى يعني يتشبثون بأرضهم رغم هذه المعاناة ورغم إطلاق الرصاص المباشر تتجاه سادهم الطاهرة تعدت في البداية أن الإمكانيات محدودة لكن المعنويات عالية ونحن نعمل على الوصول إلى أرضنا وهذا من حقنا لكن مع الحفاظ على سلامة المواطن بلغنا بالتنسيق الأمني لوصول المزارعين إلى أرضهم من خلال الارتباط الفلسطيني لكن عندما توجه المزارعون إلى أرضهم فوجئنا بإطلاق الرصاص عليهم ومنعهم من الاقتراب من أراضيهم مع أنهم لم يقتربوا المسافة التي تم الاتفاق عليها من قبل الجيش الإسرائيلي ولم يتفق عليها من قبل الارتباط الفلسطيني أو أهل جلبون نرفض تحديد مسافات هذه أرضنا ويجب أن نفلحها ونزرعها ولا نؤمن بمسافي أو تحديد مسافات لأن تحديد المسافات هي تحدد ملكية الأرض ونحن نملك الأرض ونسعى إلى الوصول إلى أرضنا من أجل فلاحة الأرض ومن أجل زراعتها إضافي أنه التجريف المتعمد لأراضي المزارعين كما حصل قبل عدة أيام هو في مجال التخريب لهذه الأراضي مع أنها أرض يمتلكها المواطنين ويعمل على زراعتها وهذا ليس بجديد نحث المزارعين إلى التوجه إلى أرضهم لكن مع أخذ الحيطة والحضر ونعمد إلى الوقوف إلى جانبهم قدر الإمكان لكن نحن نعمل على توفير الأمن والأمان والحرص على سلامتهم أولاً وليس على المحصول كما أسلفت في البداية لكن مع حرصنا على استغلال أرضنا واستثمارها وتواجدنا فيها بشكل دائم إن شاء الله وسنحرص على التنسيق من أجل العمل مع أهالي القرية ومع لجان القرية مجرد ما بدأ الموسم إن نعمل على التعاون وتشكيل لجان للعمل على الوصول إلى الأراضي وسهولة استغلالها وتحدثنا مع أصحابين الأمناكينات التي تقص العشب وتحصد المحصول بتكثيف شغلهم في المناطق المهددة من أجل سهولة جني المحصول وتوفير الأمن والأمان للمواطنة نعم ولكن أخ إبراهيم عندما جيش الاحتلال أتى قبل يومين فقط إلى قرية جلبون وبدأ بفتحة وشقة طرق وشوارع من داخل الأراضي الزراعية تصل الفعليا للمستوطنة مع الجلبوع والمستوطنات الجاتمة على أراضي قرية جلبون عنوة هذا يدلل ويؤكد أن جيش الاحتلال يواصل عملية توسعة هذه المستوطنات وقدم آلاف من الدنمات لصالح المشاريع المخططات الاستطانية وبالتالي هذا بدت ينذر بالخطر على الأراضي الزراعية نتحدث عن عدد الأراضي التي صدرها الاحتلال حتى هذه اللحظات في قرية جلبون منذ عام 2002-2003 مع بداية شق الجدار والتخطيط له تم اقتطاع أكثر من 1500 دلوم وكما ترون في هذا الاتجاه في الجهة الجنوبية من القرية وكانت هذه بمثابة مجال لرعي الأغنام كانت جلبون تمتلك أكثر من سبع آلاف رأس من الغنم الآن لا يتعدى وجودها نتيجة تضييق الخناك على المزارعين أكثر من 1500 أطراص من الغنم وهذا طبعا يؤدي إلى خلل في النمو الاقتصادي للقرية لمصادر الدقل البديلة لا اعتماد المواطن الفلسطيني خصوصا في الأرياف على توفير الاحتياجات الأساسية من الألبان وأنا عندما تحدثت أن نستورد الألبان بسبب هذا أدى كنا في السابق نصدرها الآن نستوردها بسبب هذه الإجراءات وتضييق الخناك على المزارعين بهذا الجن إضافة أن حفر الشوارع يعني حفر الشارع الرئيسي هي جريمة مرفوضة ومستنكرة واستهداف القرية بمنع دخول الأشخاص بشكل آمن إلى بلدهم ومنع أي خصوصا إحنا على الجدار وهذا يؤدي إلى تضييق الخناك الاقتصادي والاجتماعي في التواصل مع الآخرين بهذا الشأن يعني أصبح اللي بدي يزور جلبون بفكر خمس مرات قبل يتوجه لجلبون وبتواصل معنا هل هناك في شيء إذا باجي في خطورة مع أنه في السابق لم يكن هذا الأمر معهود لداءها لجلبون إضافي أنه تواجد الدائم للجيش الإسرائيلي في جلبون يؤدي إلى عرقلة مناحي الحياة بالشكل الطبيعي نعم بالعودة أخ إبراهيم إلى مشهد الاقتحام من قبل المستوطنين الذين كانوا فقط لا يخرجون إلا فقط في محيط مستوطنة ميراف لكن بدأوا يخرجون تحت غطاء وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر ممارسة عمال عربدية إستفزازية رفع الأعلام الإسرائيلية يسف الزراء المواطنين هنا في قرية جلبون توجيه الشتائم تدمير المحاصيل الزراعية كيف تعززون صمود المزارع والمواطن خاصة المحاذي أراضيهم ومنازلهم بمحاذات المستوطنات خاصة نحن نتحدث عن مستوطنة ميراف يعني نعمل على التواجد إلى جانب البيوت الآمنة تم تشكيل لجان والتواصل مع أصحاب هذه المنازل لإبلاغنا عن أي اقتحام أو أي توجه للمستوطنين ما حصل قبل عشر أيام من تواجد للمستوطنين على الجدار وهذا كان هذه للمرة الأولى التي يتم العمل بها منذ عدة سنوات أن وصول المستوطنين إلى منازل المواطنين وحرق منشأة زراعية وحرق سيارة للمواطنين في الجهة الجنوبية من القرية تم التوجه بسرعة الممكنة للعمل على إخماد الحرائق والحمد لله تم السيطرة عليها إضافة أنه كمان توفير الإطفائيات والتنسيق مع الدفاع المدني مشكورين على جهودهم رغم خطورة الوضع إلا أنه عندما نتصل بالدفاع المدني يتوجه مباشرة إلى قرية جلبون وهناك في مطالبي نطالب الجهات المسؤولة بتوفير سيارة الدفاع المدني في قرية جلبون وخصوصا نحن نقبل على موسم الحصاد وهناك في ضرب كنابل غاز، كنابل صوتيات، إطلاق رصاص وهذا قد يؤدي إلى حرائك كما حصل العام الماضي هذا العام لدينا تخوف أكبر ولذلك نتوجه إلى مسؤولي الدفاع المدني مشكورين على تعاونهم بأن يتم توفير سيارة دائمة في جلبون في ظل الأوضاع الحالية هذه من أجل سلامة المواطنين والحرص على ممتلكاتهم إضافي أن العمل على التنسيق مع أصحاب التنكيات بإبقائها ملأة بالمياه من أجل التوجه إلى مكان الحرائق بالسرعة الممكنة وفي أن كمان هو تنكمة ملك للمجلس القروي تم التنسيق مع أحد أصحاب الجرارات الزراعية لإبقائه على أهبة الاستعداد في حال ما تم إشعال أي حرائق وهذا نتوقع أن يحصل بهذا الجانب ونعمل على إعلام المزارعين بإبلاغنا بأي حرائق بهذا الجانب من أجل السيطرة عليها والوصول لها بالسرعة الممكنة نعم أخيرا أخ إبراهيم رسالة أخيرة للمواطنين والمزارعين في ظل الاقتحامات المتواصلة الاعتداءات سواء كان من جيش الاحتلال أو من قطعان المستوطنين التشبث بالأرض والتمسك بالمنازل خاصة المحاذية للمستوطنين كيف يعني تعزز صمودهم سواء كان في منازلهم أو في أراضيهم ورسائل الأمان والسلامة لهؤلاء المواطنين كما أسلفت عندما تم إحراق المنشأة الزراعية والسيارة معظم شباب القرية وأهالي القرية توجهوا إلى الموقع مباشرة رغم خطورة الوضع نحن نعمل على التواصل نعمل على العمل الجماعي الوقوف إلى جانبنا جانب بعضنا البعض العمل على التماسك العائلي الأسري الإنساني من أجل الحفاظ على حياتنا والحفاظ على ممتلكاتنا كما نؤكد لأهلنا في جلبون بضرورة التمسك بالأرض وفلاحتها وزراعتها لأن ما نقوم به هو الحق والمنطق وما يعمده الجيش الاحتلال هو الاقتصاب للأرض والعمل على حرمان المواطنين من ممارسة حقهم نحن أصحاب حق وهم على باطل ولذلك الحق يقف إلى جانب صاحبه ويبقى مصدر قوة ونأمل من أحرار العالم والمؤسسات التي بدأنا نعحد نشاط لها في هذا الجانب بأن تقف إلى جانب القرى والمدن الفلسطينية بما فيها جلبون من أجل الوقوف إلى جانبها كوننا تحت احتلال ولسنا نملك السيادة على قرية جلبون ولأن معظم قرية جلبون نسبة من الأراضي فيها أكثر من 70% ما يصمى ويصنف بالمنطقة جيم أو سير وهذا يشكل عقبة في التنسيق للبناء لاستغلال الأراضي للنواحي الأمنية في التنسيق عندما نطلب لمشكلة ما وجود الشرطة الفلسطينية في جلبون تحتاج إلى تنسيق ولا يسمح لها وهذا ما يؤدي إلى تفاقم الصعوبة ولذلك نلجأ إلى لجان الإصلاح التواصل الأسري حل الإشكاليات الاجتماعية والخلافات بالسرعة الممكنة وهناك استجابة واضحة وتفهم من أهل القرية لمثل هذا الأمر ونحمد الله على هذا الأمر ونسعى إلى الوقوف إلى جارب بعضنا البعض إن لم نجد من يقف لدينا ويساعدنا فالله معنا نعم أنا أبدأ أشكراك جزيلا شكرا لأخ برهيم أبو الرب رئيس مجلس قروي جلبون شكرا جزيلا لكم يعطيكم ألف عافية وربنا يحماكم بحمايته تفضل هنا إن سمحت إذن مشاهدين رسالة الاحتلال الإسرائيلي في هذه القرية الصامدة المتحدية للاحتلال الإسرائيلي وأيضا الاستيطان الذي يستشري بها كالسرطانية واضحة جدا يحاول بكل وسائلها القمعية والأربادية وبكل ما أتي من قوة تنغيص الحياة على المواطنين وتضييق الخناك عليهم لتهجيرهم من منازلهم وإفراغهم من أراضهم لصالح المخططات الاستيطانية والاستعمارية وخاصة أن قرية جلبون اليوم الحادي عشر على توالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصرها ويفرض طوقا عسكريا محكما على كامل القرية بأسريها إضافة إلى تحويل منزل إلى ثكنة عسكرية بعد إجبار العائلة تحت تهديد السلاح وعنوة بمغادرة المنزل والاستيلاع على المنزل المكون من طابقين بالكامل لكن رغم كل هذه الممارسات ستبقى هذه القرية صامدة بأهلها بأبنائها بمزارعيها بكافة مواطنيها وبأراضيها متشبثة بكل ما هو فلسطيني رغما عن أنف وحقد الاحتلال إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النافذة المباشرة نشكركم على حسن وطيب المتابعة بأمان الله ترجمة نانسي قنقر